السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدأ يكتب بالكتابة عن طريق القلم والورقة اعتمدنا على أسلوب سهل وبسيط يحبب الطفل بالكتابة عبارة عن مواد أساسية تكون موجودة في المنزل اعتمدنا أيضا على الألوان لأنه الطفل لما يشوف أشياء فيها ألوان رايح يحبها وخاصة خاصة أهم شيء أنه يكون فيها أشياء من الموسى الطفل لما يكون يحكم بيديه الحاجة ويخدمها رايح ترسخ في دهنه بطريقة كبيرة وما رايحش ينساها إذن كل هذا رايحين توجدوه معانا في قناة المستقبل ما تنساوش تتابعونا على القناة من خلال الاشتراك ليصلكم كل جديد عن القناة نتمنوا هذا الفيديو يكون مفيد للجميع تابعوا معانا إذن أول مسألة أول شيء يجب أن يكون الطفل يعرفه يعرف يديره بش يتعلم الكيسبة بطريقة جيدة لازمه يكون يعرف يخدم الخطوط الخطوط اللي لازم يكون يخسبها بطريقة جيدة ولا يرسمها بطريقة جيدة كما رانيما الطحاناية إذن باش نساعدوه باش يدرق طريقة رسم الخط اعتمدنا على أسلوب سهل واشدرنا ووضعنا قليل من الرمل ووضعنا له بطاقات هاد البطاقات فيها مجموع من الخطوط عبارة عن تموجات زائد خط مستاقيم في كل مرة رايحين نغيروا له الخط ونطلبوه منه على حساب الشكل اللي راه موجود عنده يحاول يجس دهنة في الرمال إذن هادي رايح تكون طريقة الأولى من خلال هاد الصورة رايحين شوفوا إنه اعتمدنا على نفس الشي لكن المادة الأساسية اللي موجودة في الصورة السابقة الأولى كنا ديرين الرمال في الصورة هادي رايح نديرين الفرينا يعني الفرينا موجودة في كامل البيوت في كامل البيوت إضافة إلى أنه قمنا ضفنا خطوط جديدة درنا لها تموجات درنا لها خط حلازوني خطوط متوازية يعني بقدر ما نغيرو له شكل الخط بقدر ما راح يكون يتمكن في الكتابة بشكل جيد وبطريقة أسرع في كل مرة نوضعو له بطاقة ونطلبو منه لجسد الشكل اللي راه موجود في البطاقة وننروحوش للبطاقة الثانية حتى يتمكن من الشكل الأول بعدها نرجعو في كل مرة نرجعو له بطاقة واحدة أخرى يعني نظن انه هادي رايح تكون أسهل طريقة بش يبدأ بيها الطفل يتعلم الكتابة إذن لما الطفل يرجع متمكن من الخطوط نروحو له الآن للحروف بنفس الطريقة وغيرنا المادة أيضا تقدر يسغيري لها في كل مرة المادة بش يكون مرحش يكون مالل عند الطفل ويحس أنه دايما رايح يقوم بأشياء جديدة هنا يوضعنا لها سميت في سحن وضعنا لها أيضا بطاقة تضمن الحروف حرف الآلف وطلبنا منه يكتبه جسد حرف الآلف وفي كل مرة رايح نغيره له الحرف لما يتمكن منه نغيره له حتى نكمل له جميع الحروف وبهذا الطريقة رايح يكون متمكن في كتابتها بطريقة جيدة وريح يحس بالفرحة أنه أولا رايح يكتب ثانيا رايح تجيه لعبة ما رايح شي يمل ماشي كما في كل مرة حكم الكراس حكم الغالب واكتب وهذا الطريقة يقدر يديرها في أي وقت إذن نعتقد أنه هذه طريقة جميلة وتحبه في الكتابة الأمر لا يقتصر فقط على كتابة الحروف لكن قدرون نستعملوا نفس الأسلوب ونفس الطريقة لتعليم الطفل أو تلميذ كتابة الأرقام كما في الشكل اللي رايح موضح أمامكم استعملنا بطاقات تتضمن الأرقام من صفر حتى التسعة ووضعنا أمام الطفل المادة الأساسية اللي تكون كما قلنا سميد ولا فارينا ولا ريميل اللي يكون سهل أنه تلميذ دي يشكل الأرقام فيها ونطلبه منه في كل مرة يجسدنا الرقم الموجود في البطاقة هات الشي رايح يحفزه خاصة لما تكون البطاقات المستعملة فيها ألوان الألوان دايما تجلب انتباه التلميذ والطفل وتحبه في الشي اللي يكون رايح يديره إذن أعتقد أنه هذا أسهل أسلوب وأسهل طريقة نقدر نعلم بها الأطفال انتوعنا كتابة الأرقام منها رايح يكون شكل انتها جميل أيضا الألوان اللي رايح تكون مستعملة في كل مرة الطفل يكتسب مهارة جديدة نروحول لها الحاجة وحد أخرى تقدر تكون أصعب بالمقارنة مع الأولى في البداية كنا نعطوه بطاقة مكتوبة لها الرقم ويجسده في المادة الأساسية الآن رايح نديرو شيء ثاني رايح نوضعو له نيقات في البطاقة تمثل الرقم اللي رايح اللي مطلوب منه أنه يقوم بكتابته على المادة الأساسية لماذا نلجأ لهذا الأسلوب أو هالطريقة؟ هاد الطريقة نعتمدوها لمعالجة النقص اللي يكون عند الطفل أو التلميذ لما يكون ما يعرفش تقول لها مثلا تقول لها حسب لي من 1 حتى العشرة يحسب لي من 1 حتى العشرة من 1 حتى المية لكن لما تقول له وريني بيديك بسباعك 3 شحال ولا 5 شحال ما يعرفش إذا نستعملوا هاد الأسلوب بش يقول لي يعرف العدد والقيمة نتاعة من ناحية رايح يكتب العدد من ناحية تانية رايح يعرف القيمة نتاعة هذه الطريقة رايح تكون جد مفيدة لمعالجة هذا النقص عند الطفل الآن رايح نقوم بدمش المكتسبات اللي اكتسبها من خلال الخطوط ومن خلال قلنا الكتابة الحروف والأرقام في هاد الصورة وش رايح نديره نحن نوضع بطاقات للطفل هاد البطاقات راح تتضمن الأرقام نوضع ايضا المادة الأساسية اللي هي قلنا الرمال او سميد او فارينا نوضع ايضا كورات او قريسات انا مفضل انه تكون قريسات لان الكورات لما طفل يكون صغير يقدر يبلحها اذا وش رايح يدير نحطو له الرقم نطلبو منه هي جسده على المادة الأساسية كي ما اسبقو شرحنا مرحلة تانية وش رايح يدير يقوم بملء الفاراغ نتاع الرقم المكتوب كي ما راهم جسد في الشكل الرقم 3 باستعمال الكورات او باستعمال القريسات وفي مرحلة تانية رايح ينطلبو من الطفل او من تلميذ يستخرجنا عدد الكورات او عدد القريسات اللي يتمثل الرقم اللي يسبقو كتبه مثلا كتبنا اتنين يرسم رقم اتنين يملأ الفاراغ ويستخرجنا عدد الكورات اللي يتمثل هادك الرقم وبهذا الطريقة رايح يتجاوز الصعوبة اللي كانت عنده الان رايح ينغيرو من المادة الاساسية المستعملة من طرف الطفل ليتعلم الحروف هاد الصورة رايح نستعملو العاجين احب حاجة عند الاطفال الحاجة اللي يبغوها ويموتوا عليها غيرطيه العاجين وخليه يخربش اذا رايح نستغلو هادك الحب والرغبات عالاطفال في استعمال العاجين باش يجسدونا الحروف والاعداد بنفس طريقة المستعملة خاصة لما رايح يستعملو الألوان الناقاط يديروهم بألوان مختلفة الفتحة والضمة رايح يستعملوهم ايضا بألوان مختلفة هاد الشي رايح يرجع هي يحب انه يتعلم الكتابة وانا هاد الاسلوب لاحظته شخصيا حتى التلميذ بتاع سنة اولى او سنة تانية ليكون ما ماشي دارك الحروف يحب انه لما تقول له جبد العاجين وشكل لي الحرف احب حاجة عنده في الحصة كامل بهذا الطريقة رايح يتعلم كتابة الحروف يمكن ايضا استعمال نفس الاسلوب ونفس الطريقة لكتابة الارقام باستعمال نفس المادة الاساسية على وهي العاجين خاصة لما نطلبهم الطفل انه يجسد لنا كل رقم بلون مغاير اضافة الى انه من الافضل انه تكون شكل او حجم الارقام يكون عندهم نفس الحجم هذا رايح يساعده مستقبلا انه يكتب لما يولي يرجع يكتب في خراس يكتب الارقام انتعه بنفس المقاييس مشي واحد كبير واحد صغير اذا كانت هذه مجموعة من المواد الاساسية اللي نقدره نستعملوها باش نعلموا الاطفال انتعنا الكتابة سواء الكتابة الحروف او كتابة الارقام بهذا الاسلوب رايح ينحبوه في الكتابة رايح يرجع هو يبغي يكتب رايح ترجع له بمثابة لعبة يرجع في كل مرة هو اللي يحب يكتب الشي جميل في هذا الموضوع انه الاسلوب اللي اعتمدناه لا يقتصر فقط على اللغة العربية ولا على الارقام لكننا قدروا نعتمدوا نفس الاسلوب ونفس الطريقة ونفس المواد الأولية با نعلموا الطفل انتعنا والتلميذ كتابة الحروف باللغة الفرنسية هذا الشي رايح يفيده كتير خاصة لما يدرك الاشياء الاساسية اللي هي الخطوط اكيد انه لما يتعلم كتابة الخطوط بمختلف الاشكال انتعها رايح يعرف في شكل سواء حروف اللغة العربية او حروف اللغة الفرنسية خاصة لما يكون الطفل مستوى السنة الثالثة او الرابعة حتى الاطفال في سن اصغر يقدروا يتعلموا هذا الاسلوب يقدروا يكتسبوا مهارات كتابة اللغة الفرنسية في سن تقدر تكون صغيرة بنفس الاسلوب نرجع نذكر انه اهم حاجة لما نستعملوا الالوان ولما نستعملوا اشياء ملموسة هذا رايح يخليها ترسخ عند التلميذ اذا كان هذا موضوعنا لليوم نتمنى نكونوا فدناكم ونتمنى نكونوا وصلنا لكم المعلومة بابسط طريقة هاد الفيديو رايح يفيد كثير الاطفال اللي معنهم ش الرغبة في الكتابة الاطفال اللي مايبغوش يكتبو اللي كي تقول لها كتب مايبغوش يكتبلك استعمل مع هاد الاسلوب رايح تشوف نتيجة مليحة نتيجة شابة اذا للمزيد من التفاصيل ما تنسوش تتابعونا على قناة المستقبل شكرا